موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إليم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم علماء ماسيون سنتحدث عن عالم من علماء الشرق الجزائري عن فقيه وأديب عاش حياته معلما ومرشدا وموجها حتى توفاه الله تبارك وتعالى هو الشيخ المولود مهري رحمه الله ينتمي إلى عائلة محافظة محبة للعلم والعلماء فوالده رحمه الله الشيخ عمار مهري كان عالما من علماء الشرق الجزائري قضى حياته في التعليم فكان يدرس في مسجد الخروب ثم بعد ذلك انتقل إلى المسجد العتيق بوجز زناتي فدرس فيه سنوات حتى توفاه الله تبارك وتعالى سنة 33 وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة 22 وخمسين وثلاثمائة وألف للحجرة فأصل العائلة يرجع إلى سيد عاطية دفين دوسا بولاية بسكرا ويصل هذا النسب إلى فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الشيخ المرود مهري رحمه الله سنة ثمانين وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة 26 وثلاثمائة وألف للهجرة في الحروش بولاية سكيكدا تحافظ القرآن الكريم في سن مبكرة حافظ القرآن الكريم وعمره 12 سنة وتعلم كذلك مبادئ العلوم الشرعية واللغوية درس العلوم الشرعية واللغوية على والده في الخروب ثم بعد ذلك درس على والده حينما انتقل إلى ودي زناتي بولاية جالمة فكان له محصول علمي وافر تعلم العلوم الشرعية واللغوية من فقه ونحو وصرف وبلاغة على والده الذي كان عالما متضلعا في علوم شتى فوالده رحمه الله كان مضرب المثل في تحصيل العلوم وكذلك في الجد والاجتهاد وفي نشر العلم في الخروب وكذلك في ودي زناتي فبعدما توفاه الله تبارك وتعالى سنة 33 وتسعمائة وألف للملاد الذي كان يوافق سنة 22 وخمسين وثلاثمائة وألف للهزرة عين إماما في المسجد العتيق مكان والده فكان يلقي خطابا ودروسا في شتى الفنون فاستفاد العديد من الطلبة من علمه ثم بعد ذلك أسس مدرسة التهديد وهي مدرسة حرة كانت تعلم العلوم الشرعية واللغوية كان عضوا في حزب الشعب وهو من المشاركين في تنظيم المظاهرات التي كانت في الثامن من شهر ماين من سنة 45 وتسعمائة وألف للملاد الذي كان يوافق الرابع والعشرين من شهر جماد الأولى من سنة 64 وتسعمائة وألف للهزرة كذلك كان من المشاركين في الثورة التحريرية فكون لجنة فيها بعض الأعضاء يترأسهم قامت بجمع الأموال وتوزيعها على أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين وكان المفتي الشرعي في منطقة وادي زناتي ثم بعد ذلك عين في اللجنة الشرعية في بلدية وادي زناتي بعد وقف إطلاق النار في التاسع عشر من شهر مارس من سنة 22 وستين وتسعمائة وألف للملاد الذي كان يوافق سنة 22 وثمانين وثلاثمائة وألف للهزرة أو كان يوافق سنة 81 وثلاثمائة وألف للهزرة وهكذا نجد بأن الشيخ رحمه الله كانت له مشاركة فعالة في الثورة التحريرية حتى إن السلطات الفرنسية تفطنت لنشاطه فجاءه رجل مرة وأخباره بأن رئيس البلدية قد تحدث عنه بسوء وهو يريد أن يتخلص منه فهنا فكر الشيخ في أن ينتقل إلى منطقة أخرى حفاظا على نفسه ثم بعد ذلك عدل عن رأيه بعدما عرف بأن أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين يترددون يوميا على بيته فلا يمكن أن يضيعه وهكذا بقي في ود الزناتي حتى الاستقلال وبعد الاستقلال بقي إماما في المسجد العتيق بود الزناتي إلى غاية سنة ست وستين وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وألف لحجرة بعدها انتقل إلى مدينة قسنطين وعمل إماما في بعض مساجدها اشتغل بالوعظ والإرشاد والتعليم والتهذيب فاستفاد العديد من الطلب من علمه كذلك نجد بأن الشيخ رحمه الله كان له إسهام كبير في إنشاء بعض المصليات وكان له نشاط مع بعض الجمعيات التي كانت تنشط في مدينة قسنطين منها جمعية المحافظة على القرآن الكريم وكذلك جمعية الأرامل واليتامة التي كانت تقدم مساعدات للأرامل واليتامة كان له نشاط مع هذه الجمعية وقبل ذلك قام بنشاط إنساني كبير في كفالة أبناء المجاهدين وأبناء الشهداء نعم كذلك نجد بأن الشيخ رحمه الله كان يلقي دروسا متنوعة في مساجد قسنطين ثم بعد ذلك عين رئيسا للجنة مسجد الأمير عبدالقادر بمدينة قسنطين بعد تأسيس هذا الجامع في مدينة قسنطين وكانت له مراسلات مع العديد من العلماء فراسل العديد من الشخصيات العلمية والمراسلات التي تكون بين أهل العلمي قد عرفها العلماء قديما وكانت موجودة بين الكثير من علماء عصرنا فمن الرسائل التي أرسلها رسالة أرسلها إلى وزير الشؤون الدينية آنذاك وذلك سنة 79 وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوفق سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة تحدث فيه عن قضية مهمة فذكر بأن أغلب الحجاج الذين يحجون إلى البقاع المقدسة كانوا لا يعرفون أحكام الحج فيقعون في أخطاء عظيمة لذلك دعا وزارة الشؤون الدينية إلى أن تقوم بدعوة الآئمة لإلقاء دروس في فقه الحج وأن يلزم من أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام من العامة حتى يتعلم أحكام الحج ولا يقع في تلك الأخطاء فلبت وزارة الشؤون الدينية رغبته فكانت هناك دروس في فقه الحج استفاد منها كثير من من كان مقبلا على حج بيت الله الحرام وهناك رسالة أخرى أرسلها سنة 79 وتسعمائة وألف لميلاد الذي كان يوفق سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وألف للهزاء بمعنى في تلك السنة أرسلها إلى وزير الشؤون الدينية آنذاك فذكر له مسألة مهمة تتعلق بإلغاء الرؤية الشرعية لأنه آنذاك تم إلغاء الرؤية الشرعية وصار الاعتماد على الرؤية الفلكية فذكر له بأن المعتمدة عند الفقهاء هي الرؤية الشرعية بينما الذين ذهبوا إلى أن المراد هو العلم أو مجرد غلبة الظن برؤية الهلال فلا يعتمد على رأيهم وإنما لابد أن تثبت الرؤية وساق في ذلك رواية صحيحة تتعلق بتلك الأحديث الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فعدوا ثلاثين ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمان كما قال الإمام العلامة عبد الواحد بن عاشر في متن مرشد المعين على الضروري من علوم الدين فالمعتمد عند الفقهاء هي رؤية الهلال أو إكمال العدة إذا لم تثبت رؤية الهلال بينما الرؤية الفلكية لا تستند إلى أدلة شرعية قوية لذلك ذكر أدلة المجيزين الذين يقولون بأن الرؤية تثبت عن طريق الرؤية الفلكية ورد على أدلتهم فمن ذلك قياسهم اعتماد أوقات الصلاة على الرؤية الفلكية التي تكون في إثبات دخول شهر رمضان وقال بأن هذا قياس لا يمكن أن يكون وكذلك كان يدعو إلى توحيد الصيام وتوحيد الإفطار وتوحيد المناسبات الدينية في شتى الأخطار لأن ذلك فيه مظهر من مظاهر الاجتماع ومن مظاهر الأخوة الإيمانية وعدم التفرق فلا شك أن الفقاه اختلفوا في اعتماد المطالع أو عدم اعتمادها نعم فعند المالكية يثبت دخول شهر رمضان برؤية عدلين بينما عند جمه العلماء يثبت برؤية عدل واحد وكذلك عند علماء المالكية لا يعتبرون اختلاف المطالع بمعنى إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان وجب على جميع الأمصار أن يصوموا بناء على الرؤية الشرعية التي ثبتت في بلد من البلدان وهي مسألة خلافية بين الفقاهاء ولكن الشيخ رحمه الله كانت له نظرة بعيدة فهو كان يرى بأن عدم اعتبار اختلاف المطالع وتوحيد الرؤية كفيل بتوحيد الصيام وتوحيد المناسبات الدينية وتوحيد الإفطار وفي ذلك قوة للمسلمين وذلك جالب للأخوة الإيمانية بين المؤمنين وبعد عن الفرقة التي كانت سائدة في العالم الإسلامي نعم هذه نظرة الشيخ عمار مهري فيما يتعلق بالرؤية الفلكية والرؤية الشرعية والشيخ عمار مهري والشيخ الملود مهري رحمه الله كانت له مؤلفات ألفها فمن ذلك مدونة على الأحوال الشخصية الجزائرية يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وكذلك ملف يتعلق حول قانون الأسرة الجزائري وكذلك كانت له محاضرة حوله مظاهرات الثامن من شهر ماين خمسين وأربعين وتسعمائة ألف الميلاد الذي كان يوافق الرابع ويشين مشاهده مدى الأولى من سنة أربعين وستين وثلاتمائة وألف للهجرة بوجزناتي لأن الشيخ رحمه الله كان له اطلاع واسع بشأن مظاهرات الثامن من شهر ماين من سنة خمسين وأربعين وتسعمائة ألف الميلاد بوجزناتي لأنه قام بتنظيمها وشارك فيها كذلك نجد بأن الشيخ رحمه الله كتب كتابا أصله محاضرة ألقاها في إحدى ملتقيات الفكر الإسلامي التي أقيمت بمندينة قسنطينا وذلك سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة ثلاث وأربعمائة وألف للهجرة بيان بعض الأسس التي يقوم عليها التشريع الإسلامي ومزاياه ومحاسنه هي لم تنشر فيما جمع من الملتقيات الفكر الإسلامي ولكن أكد للأستاذ بلاد بأنه اطلع على هذه المحاضرة وكتب فيها بأنها ألقيت في ذلك الملتقى والشيخ رحمه الله عرف بأنه كان شاعرا نظم العديد من القصائد فهناك قصيدة رد بها على أحد الكتب التونسيين يقول في مطلعها الله أكبر ما في الشرع نقصان كما تقول حداد وعميان هذه نشرت في مجلة النجاح وذلك سنة ثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة خمسين وتلاثمائة وألف للهجرة وله كذلك قصيدة حول أحداث الثامن من شهر مايل من سنة خمسين وأربعين وتسعمائة وألف للميلاد يقول في مطلعها يقول بمساوي بني فرنسا الشرارة في الشطر الثاني هكذا كذلك نجد بأن الشيخ رحمه الله كتب مقالات عديدة نشرها في عدة صحف وله كذلك مؤلفة أخرى مخطوطة لا نعرف عنها شيئا أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على تراثه بإخراج هذه النفائس لينتفع بها القراء خاصة من أهل منطقته في ودزناد توفي الشيخ رحمه الله سنة أربع وتسعين وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافقه سنة أربع عشرة وأربعمائة وألف للهجرة ودفن بمدينة قسنطينة بعد حياة حافلة بالعطاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه خير الجزاء على مقدم إنه سميع قريب مجيب وإلى حلقة أخرى مع عالم من علماء الجزاء المنسيين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه نور سرى في أرضنا قندينا يهدي لكل العالمين سبيلا لينير في الظلومات كل حق